هذا وبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف نيتو لا سيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي وجرى خلال لقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب كما أكد الكاظمي أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة